يعني بجد لما بشوف أحمد زاكي دايماً أفتكر يعني أفتكر بس اضحك الصورة تطلع حلوة لأن اللي عمله في حياتنا الفنية كبير وكتير حنتكلم كتير أو يذكرى ميلاد الفنان أحمد زاكي ضيفي طبعاً هو ضيف الأربعاء ضيف زميلي يوسف الحسيني النقض الفني الكبير طارق الشناوي ليلة حب لأحمد زاكي طبعاً أنا مبسوط أن أحيب نحتفل بعيد ميلاده لأنه فعلاً بيتجدد ومعالع فاختيار زاكي من الإعداد أنه فعلاً نحتفل بعيد ميلاد أحمد زاكي أحمد زاكي وهو يستحق طبعاً يعني أحمد زاكي يعني مشواره يعني هو مشواره مش طويلة قوي على فكرة بس أنجز فيه كتير قوي يعني عمل كتير حلو بس أنا عرفت أحمد زاكي وهو في الشارع بناس بتشاور عليه وتقول أحمد الشاعر أحمد الشاعر أحمد زاكي يعني كان مكسرة الدنيا طبعاً وهو لسه ما عملش حاجة الناس تاخد بالها منها أحمد زاكي أنا فاكر يعني أول لقاء مثلاً كان في مكتب المخرج سيد عيسى كان شافية ومتولي كان فيه خناقة بين سعاد حسني وبين سيد عيسى نجيبه مين؟ أه عايزة تغيره تغير أحمد زاكي؟ هي عايزة تغيره وهو عمال يهاجمها مين اللي كان قاعد أحمد زاكي؟ ما بيتكلمش فضل قاعد ساكت كده ومن أنا نازل فلقيت وراي قال لي طارق أنا عايزة أقولك حاجة ليه ما تقومش أنت بدور حمامة السلام؟ تعال حمامة إيه ده أنا مفيش حاجة خالص يعني يعني أنا قلت له يعني إيه؟ قال لي دولانتي هو سيد عيسى هاجم سعاد لو أنت نشرت ده الفيلم مش هتعمل بس أنا معايا صفق قلت له يعني إيه؟ فقعد يقنعني أنه أنه فيه وجه آخر للصحافة أنها ممكن توفق وممكن الكلام اللي قاله سيد عيسى بعد شوية هو نفسه حيتراجع عنه واللي حصل بقى أن الفيلم أساسا راح لمكتب يوسف شهين وكان يوسف شهين حيخرجه وبعد كده كسل فأخرجه علي بدرخان وإحمد زاكي خد دور صغير يعني هو دور جميل بس متولي مش ده اللي كان على الورق يعني وإحمد زاكي طبعا سعر كبروه لما شافوا موهبة إحمد زاكي؟ لا ده هو كان على الورق أكتر أيام سيد عيسى لما جاب الفيلم انتقل لشركة إنتاج أخرى كويس قال لي قوي دور متولي بس بعد كده تعوضت بقى يعني بعد كده فحاجات تانية فحاجات تانية